كرم عدد من الفعاليات الشبابية ونقابة الفنانين اليمنيين السفير أحمد علي عبدالله صالح لدوره في خدمة الوطن والمساهمة بشكل فاعل في إخراج اليمن من أزمة تفاصيل أكثر في هذا التقرير مع الزميل فيصل الشبيبي تقديرا لجهوده الوطنيات المشرفة منذ اطلاعه بالهم العام وفوزه بثقة الناخبين في الدائرة الحادية عشرة نائبا لهم في البرلمان ثم قائدا لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كرم عدد من شباب اليمن السفير أحمد علي عبدالله صالح سفير اليمن لدى دولة الإمارة العربية المتحدة التكريم وإن كان رمزيا إلا أنه حمل دلالات ومعاني كثيرة أهمها العرفان بدوره والقوات التي كان يقودها في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وسيادة الوطن في أشد أزمة عصفت بالبلاد على مدى أكثر من سنتين وكادت أن تجرها إلى حرب آلية الشباب أشادوا بروح الانضباط والمسؤولية والأخلاق العالية التي تحلى بها السفير أحمد علي عبدالله صالح وجعلت منه أنموذجا مشرفة للقائد الكفئ والناجح الجدير بالثقة أينما حل وفي حين منح الشباب السفير أحمد علي عبدالله صالح درع الحكمة والفخر والاعتزاز أملوا له مواصلة نجاحاته التي اقترنت به طيلة عمله في السلك البرلماني والعسكري وأن ينجح في الدفع بالعلاقات اليمنية الإماراتية نحو ازدهار المأمول على مختلف الصعود أيضا نقابة الممثلين اليمنيين هي الأخرى شاركت في التكريم معبرة عن تقديرها العميق لما حظيت به من دعم واهتمام من قبل السفير أحمد علي عبدالله صالح ورعايته للفنون ورسالتها السامية في التوعية والتغيير المجتمعي نحو الأفضل السفير أحمد علي عبدالله صالح من جانبه عبر عن شكره واعتزازه لهذه المشاعر النبيلة مؤكدا أنها ستظل حافزا له على مزيد من البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن من أي مكان وفي أي زمان فيصل الشبيبي اليمن اليوم صنع